بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقي معنا القسم الأخير وهو خاتمة هذا الكتاب المبارك بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام لنبي خمال مدولف ثانقين ثانق ثبه منهما خاتم ثانق ليجيه أسأل الله سبحانه وتعالى يختم لنا ولكم بالتوحيد الله تعالى دهن دغاد ليديارس بذن آخر المذب ثانق من الله تعالى توحيد بلن تمام لثن ذكر في هذا القسم شيئا من الإيمان باليوم الآخر وذكر وجوب الهجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي باقي إلى قيام الساعر وهناك هجرة في قيامنا أي الهجرة وذكر تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت وابن قيم رحمه الله تعالى أيضا طاغوتا دشنر لشبارة أيضا في الظرن وقتردي الطاغوت هو من الطغيان من التجاوز ما تجاوز بين عبدو حدا يعني تجاوز الحد في الأحجار و أشجار هي أحجار و أشجار فصار يعبدها من دون الله فقط جعلها طواغيت طاغوت في ذنو أذماني ثنانية ما تطغيان في ذي يعني مردادن هدنن آسمق مردادن هدنن قتشمق الله تعالى دان غيريثنا ناما أغشلرة داشلرة ثغنب داشلرة وابدادة ديان مرتونا نامت شل آدم تعوده وابدادة دي هدنن يشتغطها دلي وتجاوز الحد في العلماء والأمراء وطعم في معصد الله فقد جعلهم طواقيت نامت وقالت طواقيت كثيرون ورؤوسهم خمسة يعني أعلى الطواقيت ورؤوس الطواقيت خمسة نعم طاغوت كوب دي بأيد اللي دي طاغوت كوب ووانن إن إيثاثي باش ثانثي وإن إيثاثي يقرق في لورنا آد أغراب يشرت نعم الأول إبليس نعوذ بالله منه برنجزي ناما إبليس طاغوتن برنجزي إبليس الله تعبثن الثاني من عبد وهو راضي يعني راضي أن يعبد من دون الله يكن جثي اللي دان غيريغة أواعدت إدل النشل أواعدتن راضي بغلثو أواعدت إدل مقنى راضي بيري يعني ماذا لو جاء إنساء نسلم عليك وانحنلك إذا قبلت بهذا الإنحناء فأنت طاغوت لابد أن تنكرها في جاء المريك يشترك الله يتققوا بالله من يجب أن تنكروا بالله الثالث، من أعلن أشعر إلى عبد النفسي مثل فرعون الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب حتى ولو يسير فهم طاغورت ولا شك الله أنه كاذب وكافر كفرا أكبر ويسير فهم طاغورت ويسير فهم طاغورت الخامس من اعتقد أن حكم الله لا يصلح أو حكم فلا منها سواء قوانين الطوغيط مثل حكم الله أو أحسن إذا اعتقد هذا الكفر أكبر مخرج من الله من الطوغيط والاستمرار تجربيةهم قوانين الطوغيط ويجعلوا أن الألعام لا يضاف في الاستمرار ولكن أأخذ السباب الم 만나عبر يجب أن يعتقد أنه يجب أن يطبق هذا كفر أصغر كفر دون كفر غير مخرج من الله وهو على خطر عظيم الثاني يجب أن يكون كفر جيدة أصغر كفر أصغر كفر أن يكون الكفر لغاية يتدميك الوصف من الامرين ونحن نتجازه ونحن نتجازه فيما يطلقات الالتها ونحن نتجازه ونحن نتجازه يتدميك الوصف ونحن نتجازه بلغة من الناس للمساعدة وقالة مقالعة من الناس لكي يحتاجونه هذا الشيء الذي يصبح على أسنان المستقبل وهذا الشيء الذي يكون مقالعة من الناس وكانه في الظنان المستقبل والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلام اشتركوا في القناة